بين تلك الشركات المنفذة لمشروع القرن الكبير والصراعات الأحزاب والسلاح العشائر تتركز معاناة المواطنين هناك قيمة المشروع استياء الأهالي وثقها لنا إيهاب المالكي يصرخ غضبا بوجه الحكومة المحلية بعد إن فقد أحدى بناته بسبب الشركة المنفذة لمشروع منطقته السكنية في قضاء القرنة شمال البصرة هنا الشركة سببت لي ضياع بتي وموت بتي مهندسة ماتت بسبب هذه الشركة اشتكيت علي قدمت بشيوخ العشائر هم اشتكيت علي ما فعد علاقاته واسطاته وأنا إنسان فقير حاسة ضالين مكشفين حتى باسياجات ما بينينا يوميا يقول لك أنا باشر راح أحط طعم دي يوميا يقول لك أنا باشر راح أشتغل لك وكل شي ما كو خمس سنوات ولا تزال صورة ذاتها لمشروع القرنة الكبير الذي يقع تحت وطأة الشركات المتلكئة المحلية والأجنبية وصراعات الأحزاب وسلاح العشائر هناك والله احنا بالنسبة لنا إذا بقت الشركة على هالأساس وعلى هالتلك أصلا نسحبها وبدون تردد وبدون أن يرف النجف لأن اليوم نحن بالنسبة لنا أهم شي خدمة مواطننا الشركة أنا بالنسبة لي مو مهمة الشركة اليوم تقدم للمواطن في شيء جيد أنا بالنسبة لي أحترمها والأربوما يشيرنا تشجيع لإعطاها عمل آخر أما الشركة ذا متلكية لا أولا نسحب العمل من عدة كأن من تكون وحتى وأن كان خلف هذه الشركة كأن من يكون المشروع الذي بلغت قيمته الإجمالية 700 مليار دينار بات يشكل هاجس خوفا حتى لدى حكومة البصرة المحلية التي تبحث عن إيجاد الحلول من أجل انتشاله بين صراع الأحزاب ومواجهة سلاح العشائر بالإضافة إلى تلك الشركات المتعاقبة علي مشروع القرنة الكبير بات يؤرق السكان هناك لخمس سنوات متتالية إيهاب المالكي الرابعة مدينة البصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر